يعني إحنا مفهوم الكلمة هي أكتر موضحة في العهد الجديد ولكن خليني أرجع للعهد القديم لأنه ذكرت أنه الحقيقة حقيقة الكلمة قبل الخلق يعني منذ الأزل طب في العهد القديم هل في إشارات أو توضيح ليسوع الكلمة؟ نعم العهد القديم كله موضوعه الأساسي هو يسوع الكلمة قبل التجسد في وجوده قبل تجسده فمثلا في سفر التكوين أصحح واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض وقال الله ليكن نور وعمل الله والله الله الله تقريبا 45 مرة تقريبا نعم سبع أيام الخلق أول ما أفتح التكوين اتنين ألاقي واحد آخر اسمه الرب الإله يهوى إلهيم هو الشخصية التي برزت لأنه في سفر التكوين أصحح واحد يشرح المشروع عموما لكن في سفر التكوين أصحح اتنين بدأ يعمل فوكس على المهندس الذي استلم المشروع ولا سيما في الجزء الخاص بالإنسان لأن هذا هو ما يهم الله يعني سوري يعني متل ما بتفرجوا علينا قبل هاي الصورة كان الصورة العامة لكل الستوديو نعم هاي النظرة العامة نعم وبعدين الكاميرا بتاعتك نعم في ثلاث كاميرات في الستوديو نعم الكاميرا بتاعتك تسلطت عليك لأنك أنت اللي بتتكلم نعم فوكسينج فوكسينج نعم تركيز عليك تركيز تركيز لأنه يذهب إلى الغرض لما حضرتك بتتكلم الكاميرا فورا علي تيجي عليك لأنه بيريد أن المشاهد يركز على الهدف عشان كده الهدف من الخلق الوصول إلى الإنسان لأن الله خلق لأنه يحبنا فعشان كده في تكوين اتنين ظهر شخص هو يهو إلهيم الرب والإله وكل الجزء بدأ يتكلم عن دور الرب الإله هو الذي جبل آدم ترابا من الأرض وصنع الجثة ونفخ في أنفيه في النصر نسمت الحياة فصار آدم نفسا حياة ويكمل الكلام عن يهو إلهيم الرب والإله اللي هو ظهرات الكلمة في العهد القديم عشان كده الله لما كمل تواصل مع آدم قبل السقوط أو بعد السقوط وقال الرب والإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده قبل السقوط طب بعد السقوط سمع صوت الرب الإله ماشيان في الجنة عنده بريح النار فمن هو المسؤول أن يعلم الكلمة كلمة الله المسيح كلمة الله بس في العهد القديم قبل التجسد يعني أنت بتكلم على لغة التواصل شكرا يعني كان بيتواصل مع آدم نعم عشان كده يعني لو عشان المشاهد نفهم بأمثلة خلينا نقول أن كلمة الله هو وزير الإعلان وزير الإعلام عن الله هو المعلن عن الله المعلن عن الله ولا يستطيع أن يعلن عن الله شخص أقل من الله لو في سفر رؤية يعني في آية كتير حلوة اللي بتقول أنا هو الألف والياء بيتكلم عن تعبير لغوي نعم اللي هو يعني به كان كل شيء نعم هو الألف هو البداية وهو الياء وهو ما بين الألف والياء نعم فعش كده احنا في سفر يعني أقصد لغة التواصل شكرا فاستخدام استخدام الحروف نعم لغوية ليتواصل معنا ليتواصل معنا نعم